موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد أيها الأحباب الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أيها الأحباب الكرام إن من نعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن خصهم في ليلة من ليالي شهر رمضان سماها رب العزية تبارك وتعالى ليلة القدر قال فيها بعد يعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها الأحباب الكرام إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الليلة خصوصية تختلف عن باقي ليلة رمضان قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها الأحباب الكرام ولقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا عن العشر الأواخر من رمضان كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيى الليلة كله وإيقظ أهله وشد مئزره كناية عن الجد والمتابرة حتى يحظى صلى الله عليه وسلم وتحظى الأمة كذلك باتباعها عليه الصلاة والسلام بليلة القدر التي هي خير من عباد الثمانين عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من العباد عبد الله سبحانه وتعالى ثمانين عام لم يعص الله عز وجل قطر ثمانون عام بلا ذنب ولا معصية عبد الله سبحانه وتعالى ببطاعة وإخلاص فتعجب الصحابة من هذا العبد الذي عبد الله سبحانه وتعالى ثمانين عاما دون أن يذنب ودون معصية فأنزل الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم سورة القدر إنها أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فقال أن هناك يا أمة محمد ليلة هي خير من عبادة ذلك العبد الذي عبد الله سبحانه وتعالى ليلة واحدة تعدل عبادة أكثر من ثمانين عام أيها الأحباب الكرام فكيف لا تجد وتجتهد في هذه الأيام المباركة حتى تحظى فيها ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فلما شد عليه السؤال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان أي الأيام الفردية من العشر الأواخر من رمضان المبارك ثم سئل عنها صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر فقال التمسوها في الأوتار الأخيرة من شهر رمضان أي في الأوتار الخمس الأخيرة من شهر رمضان ولذلك أيها الأحبة أحسكم وأحس نفسي على أن نجد ونجتهد في كل هذه العشرة ليس في الأوتار فحسب فلربما يقدر قدر الله عز وجل أن يكون في كل عام يكون هناك اختلاف هناك دول تصوم في يوم وهناك دول تصوم بعدهم بيوم هناك يكون اختلاف في أول يوم من رمضان فلذلك احرص أيها المسلم احرص أيها العبد احرص أيها الأخت الفاضلة احرصوا على أن تقوموا الأيام الأخيرة كلها العشر الأخيرة كلها حتى تحظى بليلة القدر يقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه استغلها في قراءة القرآن في التسبيح في ذكر الله عز وجل في صلاء الصلاة مثنى مثنى دون التقيد بعدد أيها الأخ الحبيب أيها الأخت المسلمة وكذلك احرص على دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا أقول فقال لها صلى الله عليه وسلم puisqu Single فأكثر أيها الأخ المسلم أكثر أيها الأخ الحبيب من هذا الدعاء الذي علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين فأكثر من قول اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا وعلم أهلك وإخوانك وأخواتك وكذلك أهل المسجد الذي تصلي فيه علمهم وذكرهم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا أيها الأحباب الكرام لا بد لنا من أن نجد ونشته في هذه الأيام الفضيلة في هذه العشر الأواخر حتى نحظى بليلة هي خير من ألف شهر قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين وكذلك سميت أيها الأحباب ليلة القدر بليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها أرزاق العباد وآجالهم كما ورد في الحديث الصحية ونزل في تحديد وقتها أكثر من أربعين قول فلذلك احرص أيها الأخ المسلم أيها الأخ المسلمة احرصوا على قيام هذه العشر الأواخر حتى تحظون بهذه الليلة المباركة أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا